حدثني يحيى بن إسحاق حدثني يحيى بن أيوب حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ربي عتابن لقيط عن عبد الله بن حوالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نجى من ثلاث فقد نجى ثلاث مرات موتي والضجال وقتل خليفة مستبر بالحق معطيه حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين وهاشم بن القاصم قال حدثنا محمد بن راشد حدثنا مكحول عن عبد الله بن حوالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون جند بالشام وجند باليمن فقال رجل فخر لي يا رسول الله إذا كان ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالشام عليك بالشام ثلاثا عليك بالشام فمن أبى فليلحق بيمنه وليسقي من غدره فإن الله تبارك وتعالى قد تكفل لي بالشام وأهله قال أبو النظري مرتين فليلحق بيمنه ترجمة نانسي قنقر